أحد أخطر الأمراض التي تواجه البشرية ومنظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ الصحية ليست كورونا ولا الحصب ولا حتى الطاعون إنها جدر القردة فكيف يمكن الوقاية منها؟ أعلنت منظمة الصحة العالمية قبل أيام بأن مرض جدر القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة مشددة على ضرورة انتباه العالم لخطورة هذا المرض وانتشاره السريع هذا الإعلان كان بمنزلة دعوة للدول للتكاتف وتوفير المواد اللازمة لتحسين جهود رصد انتشار المرض وعلاج الحالات المصابة والعمل على إنهاء تفشيه وذلك بعد الانتشار الملحوظ للعدوى في وسط أفريقيا منذ الشهر الماضي وانتقالها مؤخرا خارج حدود القارة إلى السويد وفاكستان والفلبين اكتشف المرض للمرة الأولى عام 1970 في جمهورية الكونغو وكان مقتصرا على غرب ووسط أفريقيا إلا أن التفشي الحالي يثير القلق أكثر من السابق بسبب ظهور متحور جديد من المرض يعرف بكلاد تو في الكونغو في سبتمبر أيلول 2023 والذي جرى رصده في بلدان أفريقية مختلفة وفي العام 2022 انتشر متحور كلاد تو عالميا مؤثرا بشكل رئيسي في الرجال المثلي في المقابل أثار هذا الإعلان موجة من القلق والأسئلة لدى المواطنين حول طبيعة هذا المرض وأعراضه ومدى توافر العلاجات اللازمة له ومن الذي يجب علينا فعله لتفادي الإصابة به جدر القردة هو عدوى فيروسية تنتشر بين الناس عبر الأشياء والأسطح التي يلمسها شخص مصاب بالمرض حيث تظهر الأعراض الأولية في صورة حمى مفاجئة وقشعريرة وألام في الجسد تستمر لبضعة أيام ومن ثم ظهور طفح جلدي يبدأ على الوجه ينتشر إلى بقية أجزاء الجسم مثل باطن اليدين والقدمين وعلى الرغم من أن أعراض جدر القردة غالبا ما تكون خفية فإنه قد يكون مميتا للأطفال وضعيفي المناعة وكبار السن فوق الخمسة وستين عاما ومن يتناولون أدوية مثبتة للمناعة وهم الفئات التي تحتاج إلى اللقاح لتجنب الوفاة بالمرض ينتقل جدر القردة من شخص لآخر من خلال عدة طرق من أهمها المخالطة الوثيقة لشخص مصاب مثل التلامس الجسدي أو التقبيل أو الاتصال الجنسي أو الرذاذ التنفسي وبالإضافة إلى الاتصال المباشر يمكن أن ينتقل الفيروس عبر الاتصال غير المباشر لأن الفيروس يبقى على الأسطح والأشياء الملوثة لفترة مما قد يؤدي إلى انتقال العدوى هذا المرض الخطير يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين وضمن المجتمع الواحد وبحسب أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب بجامعة بني سوايف تامر حفناوي رغم أن جدر القردة مرض فيروسي ينتقل عن طريق الرذاذ فإن احتمالات انتشاره أقل من فيروسات الإنفلوانزا وتكون فترة حضانة المرض من 6 إلى 14 يوما وللأسف يكون الشخص معديا خلال هذه الفترة وقبل ظهور الأعراض وهنا تكمل الخطورة هذا الأمر يستوجب ضرورة عزل المصاب والتعامل معه بحرص شديد بالإضافة إلى ممارسة النظافة الشخصية خصوصا بعد التعامل مع المواد أو الأسطح التي قد تكون ملوثة وتجنبها وتنظيف وتعقيم الأسطح بشكل دوري علما أن جدر القردة مرض حيواني منشأ لذا فمن الضروري أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند وضع خطط الوقاية واتخاذ تدابير وقائية عند التعامل مع المصادر الحيوانية للمرض ترجمة نانسي قنقر